أعلن الأمين العام لحلف الناتوينس ستولتنبرغ أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى في سوريا طالما احتاجت إلى ذلك مهمته في تدمير كامل تنظيم داعش الإرهابي وقال ستولتنبرغ متحدثا لطلاب الجامعة في دالاس الأمريكية أن التحالف سيكون هناك بقدر ما تقضي ضرورة اقناعه أو اقتناعه بالتدمير الكامل لداعش موضحا أن قوات الناتو غير موجودة في سوريا على الأرض لكن الحلف جزء من التحالف الدولي ضد التنظيم وأضاف هذا بالطبع قرار سيادي للولايات المتحدة إلى متى ستكون قواتها في سوريا لكن النهج العام في التحالف الدولي هو البقاء هناك حاليا